من بين الإجراءات برضو التي اتخذت النهاردة أو أعلن عنها النهاردة البنك المركزي كمان أعلن عن مساندته للشركات الصناعية وزراعية وتخفيف الأعباء عليهم وفقا طبعا لظروف الحصلة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري عشان يقدر يكمل البنك قرر توسيع قارة المستفدين من مبادرة الميت مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه واللي تم شراطه عشان هذه المصانع تستفيد من المبادرة فده طبعا شيء كويس جدا وشيء سعيد بالنسبة لأصحاب هذه المشروعة